موسيقى ولدت في سنجيا نشعت في سنجيا درست في سنجيا المدرسة الأساسة اللي هي الأولية كانت زمان والمدرسة المتوسطة يعني احنا أول ناس فتحوا بينا المدرسة المتوسطة في سنجيا سنة 1950 لأول مرة تفتح مدرسة وسطة في الإقليم ده كله يعني من مدني وكذا كان زمان الناس بيمشوا يدرسوا في رفاعة وفي مدني وفي حتد يعني القدامنا ولكن احنا فتحوا بينا المدرسة في 1950 المدرسة الدرست فيها المدرسة الأولية هي مدرسة وسست 1904 يعني بعد الاعتلال للإستعمار بفترة بسيطة كل خمسة أو ستة سنين وبعدها بعد المدرسة الوسطى أنا جيد درست الثانوي في المدرسة الأهلية الثانوية ثم بعد ذلك جابعة الخرطو كلية كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية انثروبولوجي يعني اكنومكسان انثروبولوجي تخرجت منها سنة 1964 يعني الكلام ده لو اتنين وخمسين سنة كده نست في مدرسة كوستي السانوية لمدة سبعة شهور وفي المدرسة السانوية دي قعدت السبعة شهور معاهم ثم وكنت قدمت لوزارة البالية فانا قاعدت هناك سمعت يسوي في الراديو انه الناس المالية عايزيننا نحن اتنين فلان وفلان فقمت قلت للناظر أنا ماشي الناظر قال لي لا فيه استقالات ومشي يعني أنا مانواني اشتغل وان جاده بيعني نيو جرادويت يعني من الجامعة وبالتالي ما اشتغلت بالقصة دي ان ذاتي كلام الخدمة المدنية وكراس اخفراصي تستغيل وتجي هناك فجيت فعلا لناس المالية فقاموا قلت مش تتخلص اول حاجة من وزارة التربية بعدين تجي هنا وهذا قصة طويلة شوي واستعنت باستاذ درسني في مدرسة سنجل الوسطى الاستاذ عاشم محمد عبدالله الله عليه رحمة الله تولى الموضوع وذا فقاني من التربية فجيت اشتغلت في وزارة المالية في قسم البحوث والاحصاء وكنا بنطلع حاجة سماء العرض الاقتصادي باللغة الانجليزية والشابتر الفصلة اللي كنت مسؤول عنه في الهناية ده كان عن ميزان التجاري وميزان المدفوعات ويعني اختضى مني انا امشي بنك السودان وامشي وزارة التجارة وامشي كده لحد ما يعني اجمع معلومات عشان التحليل عندي وكده ويعصائيات ومصلح طليحصة وكده وفي الفترة دي كانت السنة اللي قضيناها يعني في واحد من اصدقائي اصر ان كان قدامي في الخارجية بزي شعارين الخارجية لو كدك ما كان فيها ما فتحت للناس يعني ما كانت من وزارات الفتعة ولكنها فتحت طواري بعد ما انا احنا كنا في المالية دي في فترة السنة فهط قال نمشي الامتحان فمشينا الامتحان لانه هددنا الحقيقة قال لو ما مشيت الامتحان بقول ماشي الامتحان وصقب فاتطرنا وخش الامتحان فجينا في الطب يعني من النار وطعب ده السفير ابراهيم حمر اللي هو سفير ايضا دخل في العملية ذاتها فما مشينا طوالي رغم انه اسمعنا يسمنا في الازاعة وكل شيء ما مشينا ومشينا زي بعد اسبوع كده ولقينا السفير المسؤول عن الشؤون اليدارية فقام قال لنا انتوا اتأخرتوا وانا كنت هاخذ من الاحتياط فانا قمت قلت ليه السمافات حاجة فقام قال ليه الله انت اعارف ان اعنا بنكون محتاجين لزول بيط شوية كده زي الآرب يعني بدرس في مركز الدراسات الدبلوماسية للطلاب للماجستير وللديبلومة العالي فدرست السنة الفاتة دي في عدد من السمستر و يعني حسي في السمستر سجاية برضو حمشة ادرس درست اقتصاد دولي درست اقتصاد السودان والآن انا مشغول في عمل طوعي يعني في مؤسسة سودانية لزولي عاقة لا بد تكون سمعت بها اللي هي الشيخ علي عصمان محمد طا ورغم عدم معرفة سابقة بيناتنا فطلب مني اجمعه في الغناية فجيت وانا مسؤول عن محور العلاقات الخارجية في هذه الغناية فتجزوا من الشغلانية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة